أهلاً من كل حضراتكم رجعنا عشان نبتدي معاكم آخر الفقراتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة الفقرة اللي حتنورنا من خلالها دكتورة إيمان المراجبي أستاذ المخ والأعصاب بجامعة عين شمس اللي بنسعد دايماً وبنستفيد دايماً من خلال وجودها معانا يا صباح الخيرات وأهلاً بيك يا صباح الكل عمد أي كله ربنا يا خليك الحمد لله خليك كل سنة وانتو طيبين وصيف سعيدة على الجميع يا رب إن شاء الله صيف حار جداً على الجميع الحقيقة بس ربنا يهو نهي الدنيا شوية كده شوية بنقرب من الأجواء المفروض تكون قلتك شوية لفترة الجاية طيب إحنا النهاردة هنتكلم مع حضرتك على موضوع أعتقد أني ناس كتير قوي بتشتكي منه أو بتعاني منه فكرة اضطرابات الأكل والشهية بداية كده هو اضطراب الشهية أو الاضطراب فيه المسألة أو ملف الأكل ده بيبقى مرض ولا ده عرض لمرض تاني ولا إيه الحكاية كلام جميل هو الحقيقة عرض طبعاً لمرض دي أول حاجة يعني مريض الاكتئاب مثلاً لو فكرنا في مريض الاكتئاب ممكن يبقى عنده زيادة في الشهية أو ساعات تقفل معاه يعني يقول لك ده جاله اكتئاب منع الأكل خالص لدرجة دخل مستشفى وخدمة حليل وعلاجات ومغزيات عشان يرجعتين وناس تانية بجالها اكتئاب ما تعرفش توقف أكل بالليل يفتح التلاجة ويقوم بالحاجة اللي موجودة كلها مربة طحينة حلاوة أي حاجة موجودة قدامه يأكلها يبقى فعلاً الاكتئاب والحالة المزاجية للإنسان بتأثر جداً على موضوع الشهية سواء بقى اكتئاب توطر في حاجات بقى خاصة بالشهية نفسها يعني فيه أمراض نفسية خاصة بالشهية نفسها زي البوليميا مثلاً يعني فيه مرض اسمه البوليميا دول بيعودوا يأكلوا كتير قوي 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 بشراهة شديدة وبعد كده يجي لهم إحساس بتقنيب ضمير لأن طبعاً شايفة نفسها عملة تدخن طبيعي أن بتاكل بزيادة فتحس أن هي بتدخن تبص تلاقيها تعمل إيه تدخل الحمام لوحدها وتحط صبعها في بققها وترجع ودي كانت عند ديانة على فكرة الأميرة ديانة كانت كده كثير من عرضات الأزياء العالميات كثير جداً معظمهم ليه لأن دايماً خسي لازم تلبسي زيرو على المسرح مش عاب شكلي كيف يعمل إزاي فبيجي لهم من قطر الاسترس خوف وقلق شديد جداً من شكلها إن هي لو تخنت سنة هيستغنوا عنها فبيبتدي يحصل الاضطراب ده هي عايزة تأكل فبتشبع رغبتها في الأكل وبعد كده ترجع على أساس إيه ما يتهضمش طب حالة الاضطراب سواء بزيادة الأكل أو بنقصانه تمام إيه الحل إيه العلاقة إيه الحل أول حاجة إن إحنا بنشوف هل ده عرض لمرض يبقى عالج لإيه المرض لأن أنا لو عالجت عرض بس يديتك حاجة تسد الشهية وإنت عندك اكتئاب يعني فهم إزاي يبقى أنا كده ما عملتش حاجة لأن بعد ما هوقف الحاجة اللي بتسد الشهية هيرجع لي نفس المشكلة فإذن لازم عالج المرض كويس جداً طيب تاني حاجة الأمراض كمان اللي بنشوفها بشائعة في موضوع الشهية الأنوريكسيا نرفوزا اللي هو بيقطعوا الأكل خالص اللي بيجيبوهم على اليوتيوب رفيعين قوي ومعظمين قوي ومش عارفة إيه البنت تلاقيها هيكل عظمي دي بتبقى وقفة الأكل خالص نفس القصة تيجي تسألها تقولك أنا تخينة يا بنتي دانتي دانتي ما فيكيش شغتا لا أنا تخينة ولازم أخس هي عقلها مصور لها إن هي عندها زيادة في الوزن أكيد بيعدي على حضرتك النمازج بيعدي عليها طبعاً والحالات بتبقى صعبة جداً يعني تلاقي واحدة طويلة 180 مثلاً ووزنها 35 أو 40 كيلو يا ساتر آه بتبقى بقى مش قادرة أقول لها هايكل عظمي قاعد قدامك يعني بتبقى شكلها يخيف يعني مخيفة فالطرابات الشهية فعلاً من الأمراض اللي على فكرة قد تكون قاتلة يعني الأنوريكسيا نيرفوزا دي في نسبة منهم بيموتوا في منها أنواع للطرابات دي طبعاً ما احنا قلنا مثلاً زي البوليميا زي الأنوريكسيا نيرفوزا دي حاجات الطرابات شهية غلط يعني إيه شايفة نفسي غلط ده بيبقى المخ بيترجم شكلي غلط أجأ أقول لك ارسم نفسك تروح رسمني نفسك واحد مليان وقد كده زي كورة وبصلك ألاقيك كويس وسلم طب إيه ده لأ ده خلل في ترجمة المخ للامج بتاعي للصورة بتاعتي فده مشكلة كبيرة جداً ده بقى عشان تقنعه وده يبقى وقتها يتصنف إن ده دي مشكلة نفسية دي مشكلة نفسية بودي ديس مورفك ديس أوردر ده اللي هو أنا شايفة شكلي عكس ما هو وعكس إيه بقى الإكستريم يعني أنا شايفة نفسي تخينة قوي وأنا رفع الفتلة فإذن ده برضو مشكلة فإذن الاضطرابات دي أول حاجة لازم لو أنا عندي اضطراب شهية أتعرض على دكتور مخ وعصاب وطب نفسي أحدد الأول دي حاجة وضوية ولا دي حاجة نفسية خلاص دي أول نقطة ثاني حاجة أشوف بقى هل في ناس تانية السمنة وراسة يعني في ناس تانية اللي هو السمنة وراسة فهو جاية من إيه؟ هو شايف طول النهار ماما بتعمل محشي والطبيخ في البيت والبامية والطشة والمش عارف إيه؟ فهو طالع على الكالشر ده ده عشان تيجي تغير الكلام ده لما يكبر ما هو شايف مامته كده وبابا كده والدنيا كلها كده يكبر بيدور على عروسة نفس المواصفات نفس المواصفات مش العكس بقى أنه هو يخرج من العباءة لا ده هو عايز يعيش في جلباب أبوه يعني فإذن الموضوع ده مهم جدا الوراثة والتعلم يعني أنا لو من وراثة صغيرة متعلمة أن مامتي رفيعة بتروح جيم محافظة على صحيتها وبابايا نفس الكلام هطلع زيهم لا أنا بقى العكس كل يوم محشي النهاردة نأكل محشي إيه؟ وبكرة محشي إيه؟ وبعده إيه؟ يبقى إحنا كده مش هنخلص يعني هلاقي علشان أنا بعد مجبر أولاً هكون عندي سمنة فأنا محتاجة أعالج السمنة طب هو مبدئياً هل يعني الوزن تحديداً هو اللي بيقول إذا كان الواحد عنده مشكلة ولا لأ في الترباط الشهية يعني لما يكون واحد وزنه زايد دي بالنسبة له لافتة للنظر فإنه غالباً عنده مشكلة أول عكس لو كان رفيعة زيادة عن اللذوم هل الوزن بس هو المخياس؟ ولا في أي أعراض تانية؟ بمجابها الواحد يبتدي يفكر لأ ده أنا ممكن يبعدي مشكلة في الترباط الشهية بالضبط هي أول حاجة الوزن والخلل ما بين تأسيم الجسم يعني البروتينات اللي هي في صورة العضلات والدهون الكلام ده كله لو لقيت ترصب دهون مثلاً في منطقة البطن أو في منطقة الهنش مثلاً أو كده يبقى معنى كده أن أنا في خلل ما أبتدي أدور هل بقى ذات الوزن دي نتجة عن مجرد واحد متعود يعني زي ما قلت حديث جينات وكده والوراوس لعبة دور كبير ولا الموضوع حاجة نفسية ومحتاجة تتعالج ولو عالجناها بنبتدي نظبط ده مع ده طيب على حد علمي أن هذك عايزة تكلمين عن منتج مهين من شأنه أنه يساعد في اللي حنا بنتكلم فيه ده صح؟ بالضبط عشان يصرع المهمة يعني أنا دلوقتي بعالج مريض نفسي مثلاً عنده اكتئاب وأصيب بالسمنة المفرطة نتيجة الاكتئاب فأنا هتدي له علاج الاكتئاب ده نمرة واحد وهتدي له وطبعاً أزبط له النوم لأن النوم معروف قوي أن نقلة النوم ممكن تسبب سمنة وتاني حاجة هتدي له بقى منتج يزود الحرب ويحسن الهضم عنده لأنه بيبقى عندهم برضو الترابات في الهضم وكمان يزبط لي الطبيعة يعني ميبقاش ممسك يعني طبعاً اللي عنده اكتئاب ما بيتحركش فغالباً بيبقى ممسك والحقيقة المنتج ده ممتاز جداً جداً للي عندهم امساك على فكرة يعني أنا جربته في ناس عندها امساك ما عندهمش اكتئاب وما عندهمش سمنة وما عندهمش حاجة عندهم امساك فقط ممتاز جداً فوق الوصف أحسن منتج لعلاج الامساك تخيل بقى ليه؟ لأنه بمنطقة البساطة مليان ألياف طبيعية والألياف الطبيعية هي المسؤولة عن اليونة البراز وأن العملية تمشي مصبوط وعملية الإخراج نفسها بالضبط لأنه ربنا خالي عملية الإخراج معتمدة على الألياف وإحنا معظمنا لا بناكل ألياف يعني قولي كده آخر مرة أنت قالت بأدونس وجرجير وصلطة مليانة حاجات خضرة كده بالمنظر اللي هو المفروض كانت تقريباً 1967 بس كده الله أكبر ما شاء الله لو ما خلتنيش الذاكرة طب تخيل طب تخيل بقى أننا المفروض كل يوم أكل ده فعلاً إحنا عندنا كتير جداً من أننا عنده بالضبط كده المفهول والموروث بتاعنا كمان خاطئ لحد كبير ما فيه صلاتة خضرة على التربيزة يعني مثلاً من ضمن الموروثات بتاعتنا أن فيه أكلات معينة بتساعد على زيادة الخصوبة أكلات معينة بتساعد على الأكلات دي بالحضن كلها صح صح فكل ده دهون وبلاوي وكانسر على فكرة ويرجع يقول لك والكانسر زاد ليه الكانسر زاد علشان الطريقة اللي بناكل بها غلط لما أنا كل أكل دهون ودهون حمراء ولحم ضغني ومش عارف إيه طب في النهاية هتنتهي بإيه سمنة مفرطة وكانسر وأمراض مناعية حاجات كثيرة جداً طيب فلينا نرجع للمنتج اللي حد كنت تكلم عنه بالضبط المنتج بقى إحنا زي ما بقول حضرتك هو ألياف طبيعية ثلاث ألياف رئيسية أول حاجة الشوفان ردة الأمح والسيليوم دول من الألياف المهمة جداً جداً اللي بتزبط الأمعاء وبتحسن الهضم جداً بطريقة صحية وطبيعية زي اللي ربنا خلقها هو تحسين الهضم ده مع كميات أكل كبيرة نسبياً مش ده يزود الوزن كمان ما هي بقى الفكرة كده إن أنا لما هدي لك الألياف والحاجات اللي عليها اللي بتزود الحرب هتقلل حجم المعدة أنا دلوقتي المعدة كده ملتها بالمنتج دوت هيتفضلي حتة قد كده يبقى أنا كأنني عملت تكمين معده قبل كل وجبة يتفضلي حتة قد كده يبقى الصبح لو أخدت الصبح يعني شريحة مثلاً فراخ متشوحة كده هوت على الجريل من غير لا سمنة ولا زيت ولا حاجة هتشبعك وتديني شعور بالامتلأ لو كانت بيت مسلوق هتديك شعور بالامتلأ لأنهي مليانة ألياف الألياف بتنفش بتنفش في المعدة أنا فاهمك أنا بكارب على حتة حجم المعدة دي أنا عايز أسألك على التفصيلة دي لأن في ناس بتسعى إن هي تكبر حجم معدتها وفي ناس بتسعى في العكس إن هي تقل حجم معدتها معينة فواتح شهية أين كان والمعدة فتحت فعل هل توقف عن لو هو توقف عن الحاجات هترجع المعدة ترجع تاني الحجمات طبيعية لا لا بترجع تاني لازم ترجع تاني لأن المعدة في المجاعات مثلاً هل حضرتك معتقد أن هم كانوا بيأكلوا الأول كويسين وبعد كده لما جي مجاعة هل بيأكلوا بنفس الطريقة ومعدتهم بنفس الحجم مستحملوش لأ فإذا أنا المعدة بتاعتي ممكن ترجع بسهولة للحجم الطبيعي بتاعها لو أنا مشيت عن منتج ده هيبتدي كمية الأكل اللي أنا بكلها تقل فبتقل الإنكم اللي داخلي اللي داخل قليل فبالتالي لازم أخس طب وإيه الثالث حاجة إن هي بتأثر على الشبع بتديني الشعور بالشبع خلينا نقف عند التفصيلة دي تفصيلة مهمة جدا وأستأذنك نشوف حالة أستاذ إبراهيم واحد من الناس اللي يعني استعمل المنتج ده واضح إنه عمل معاه شغل كويس خلينا نشوف التجربة بتاعته كانت عاملة إزاي؟ ولكم احكي لنا قصتك مع بيستا وإزاي سعادتك تخص اسمي إبراهيم محمد إمام عندي 27 سنة كان وزني 125 كيلو ودلوقتي بقيت 85 قبل ما أخص كنت أبعني من حاجات كتير من ضمنها أن أنا ما كنتش باع فلبس كويس كنتش عارف بمارس الرياضة اللي أنا بحبها اللي هي الكورة كان عندي صعوبة في طلع السلم كان عندي صعوبة في مظهر العام قدام الناس الحقيقة ما كانش فيها أي حاجة محروم منها وأنا باستخدم بيستا بالعكس أنا كنت باكل كل اللي أنا عايزه بس بكميات قليلة بعد ما استخدمت بيستا بصراحة الموضوع اختلف معي جدا كنت باستخدم بيستا قبل الأكل بنص ساعة يوميا ما كانش عندي أي مشكلة مع الجوع لأنه ما كانش بيحسسني أن أنا جعان خالص لغير أن طعمه كان حلو جدا كان بطعم التفاح فأكني بالزبط كنت بشرة وعصير بعد ما خسيت بصراحة الموضوع اختلف معي ما بقيتش عندي أي معاناة في أي حاجة ولا في اللبس ولا في الحركة بعمل اللي أنا عايزه وباكل اللي أنا عايزه الحقيقة بحب أنصح الناس أنهم يستخدموا بيستا طيب أستاذ إبراهيم كانت تجربته نجحة وسعيدة مع المنتج تعني بقى نعرف الناس شوية تفاصيل ابتداء من كيفية الاستخدام معدل الاستخدام أصلا استخدمه قد إيه هل أوقف استخدامه لما أوصل للوزن اللي أنا شايف أنه مثالي من وجه النظري ولا لازم الواحد يستمر عليه فترة معينة بغض النظر عن حجم الاستجابة بتاعت الجسم أنا بالنسبة لشوغلي يعني اللي أنا بعمله مع المرضى إن أنا طبعا بخلي المريض ياخد قبل الوجبتين الرئيسيتين طول ما إحنا تحت الميت كيلو فوق الميت كيلو أنا بديه قبل الثلاث واجبات لأن ده أكيد بالليل اللي هو فوق المية ده أكيد بالليل دانيا بايزة عنده بصدرقه جوة التلاجة وخصوصا في الحر ده فإذن لازم أديله بالليل طب فيه ناس تقول لي إيه طب يا دكتور أنا بالليل ما بكلش أقول لها معلش خدي برضو البستا حتى لو ما كلتيش لأننا لما أدخل أنام وأنا شبعينة غير ما أدخل أنام وأنا بتلوع وأبتدي لأننا هعوض الصبح هبهدل الدنيا فأقول لها لا مش مشكلة خدي البستا حتى لو ما تعشتيش يقعد يفرق وفي مرحلة ما يجب أن يقوم يأكل برضي بالضبط عشان ما تضعفش عندي حتى مريض وهو على فكرة صديق قبل ما يكون مريض صديق للعيلة يعني قابلني لسه قريب بيقول لي تخيالي يا دكتور أنت قلت لي خد قبل الواجبتين الرئيسيتين أنا بقيت أخد بالليل عشان بجبع بنام شابعان جدا ربنا يكرمك يا رب لأنكت عندي مشكلة خطيرة بالليل فإذا لو أخدناي ثلاث مرات ما فيش أي مشكلة هو توقيت الأكل بيفرق زي نوعية الأكل طبعا توقيت الأكل بيفرق لأننا المفروض المفروض بعد الساعة ستة سبعة مساء ما كلش أي حاجة زي بره عندك بره تسمع أن حد بيتعشز الساعة داشر الدنيا بره بتقفل الساعة ستة أنا كتير سافرت بره الدنيا بتقفل ستة لما كنت ببقى ماشية في الشارع كانوا بتحكوا عليها يعني دي أكيد عبيطة أو في حاجة عندها مش مظبوطة ليه؟ لأن الريسترون هناك كله بيقفل الساعة ستة آخر حاجة دي الناس دي صح وما بيصحوا بدري ويناموا بدري إحنا عندنا الكولتور متلخبط إحنا عندنا الدنيا مهيلة خارف متكاد تكون معاكسة متأخر بالزبط العكس فإذا معادي النوم مهم ولازم يكون ساعتين بعد الوجبة أنام مش قبل كده يعني مش أكل ونام ده برضك يزود لأننا أثناء النوم مش بحرق حاجة ده بالعكس أنا كل أعضائي هادية ونايمة والريسترون يدوبك على قد النفس أنا مش محتاجة حاجة أكتر من النفس فما ببزلش حاجة وما بحرقش حاجة يبأ إذن ما كلش قبل يعني معاودش مثلا أكل واروح داخل نايمة ده برضو المصريين بيعملوا كده يقول لك أناكل ودمغي تعمر ونام كلام غريب جدا فإذن البستة لو خدنا بالليل هيصد النفس الناس اللي فاهم يقول لك إيه وإيه لك تعشى وتمشى بالضبط ده أمثال جدودنا ما قالوش كلمة غلط تعشى وتمشى بالضبط كده فإذن البستة الميزة فيه كمان إنه لو خدت معايا بقى حاجة فيتامين اسمه ألب مالتي فيت دوت بيمنع أي أعراض جانبية من ناحية أننا تساقط شعر من ناحية بهتان في البشرة احساس بالضعف العام احساس بالضعف العام هو مقوي عام ومقوي للمناعة وللأعصاب وللمخ لأنه مليان مجموعة فيتامين ب بصورة رهيبة يعني التركيز أعلى منتج فيه كل الزينك أعلى منتج الفيتامين بي أعلى منتج عائلة فيتامين بي كل العائلة لغاية البيوتين البيوتين مهم حتى في أمراض المناعية عندنا مرض اسمه التصالب المتعدد أنا بكتب فيه البيوتين فده برضو موجود جوه الالب مالتي فيت فإذن بيعزز المناعة بيعزز الطاقة بديني طاقة بديني نضارة في البشرة الشعر ما يقعش بالنسبة للسيدات بالنسبة للرجال دلوقتي ما شاء الله الرجال دلوقتي بيطاولوا شعرهم برضو بيهتموا بالموضوع الشعر يعني مش بس للسيدات الحقيقة ده أيام ما يعلم بيها الله ربنا ده أيام سودة إن شاء الله شوية اللي بكلمك على بشرس الرجالة ودوافرهم بحاجات كبه لا ما تقلقش بيكلمه رايك حبير على فني يا بلد فيه فيديوهات كده شغالة أنا بشوفها الحقيقة ويعني الحمد لله فإذن الإنسان لو أخذ ده وده بدون أي خوف زي ما حديك قلت هل ينفع أخذه شهور و سنين آه ما يجراش أي حاجة يعني أنا دلوقتي كنت 120 كيلو مثلا نزلت بقيت 80 طبعا أنا عايز أثبت الوزن ما فيش ما يمنع إن أنا نمشي كلايف ستايل إحنا بنتكلم ده ألياف مغزية دي مش حاجة ضرة ومعاها حاجات بتزود الحرق فإذن المنتج هايل ما فيش مشكلة خالص أن أنا نمشي عليه ما فيش أي تعارض مع أي مرض ولا أي حاجة يعني حتى اللي عنده اللي عامل قلب مفتوح اللي عنده مشاكل في القلب ضعف عضلة القلب الأمراض المزمنة مثلا زي ضعف السكر الأمراض المزمنة الخطيرة مرضى الكنسر على فكرة يعني ما فيش أي مانع لأنه ناتشرال إحنا بتكلم مع حاجة طبيعية منتج طبيعي وعلى فكرة بتجيلي بعد الحلقات تليفونات إن بابا عنده عامل قلب مفتوح الوزن كتير الدكتور طالب إنه لازم ينزل في الوزن لأنه كوليسترول عالي فطبعا تخيل أنا بثبط لك الكوليسترول كمان بإن أنا تديك ألياف فتصد الشهية وتزبط الهضل وتنفش في الماء فيقل للدهون واشتراها للدهون على فكرة الواحد لما عندك تقب يبقى شارح للدهون وللحاجات التقيلة مش بيبقى شارح على فكرة الخضروات يعني عمرك كده مرد بأزمة وقلت أنا عايز أكل جرجير دايماً تقول لي أنا عايز أروح أكل موزة أنا عايز أعمل معرفش إيه واللي يقول لك على الفيسبوك مش عارف الدكتور كاتب لي مستين بالليل ويجيب مستين طاني مش عارف من عند مين ويأكلهم بالليل الكلام ده كل هو ده اللي بيحصل يعني أنا بلاقي العينين يقولوا يا دكتور هكت ماشي كويس ونهرت المشاكل في الحتة دي تبقى ده مات قوي عند صاحبها يعني ده الأكل ده من مباهج الحياة ففي ناس بتعادي من هي مش عارفة تفارمل نفسها من الاستمتاع بمباهج الحياة ونفس ثانياً نفسها تستمتع بيها بس ما عندهاش الشهية بس أرجع أقول لك حاجة أنا يمكن بقولها دايماً إن في القرآن قال إيه في الجنة ربنا إن إيه ولحم طير مما يشتهون يبقى إذن ربنا حتى ما جب لكش سيرة لحمة حمرة في القرآن جب لي آية فيها لحمة حمرة في القرآن صحيح صحيح لحم طير ليه على حد علمي لو لقيت لو لقيت وعلى حد علمي أنا كمان لو لقيت حد يعني في الدايت ماشي على لحمة حمرة أو الدكتور ممشي كتير على لحمة حمرة طبعاً ما فيش ما يمنع نحنا بنمشي على ستيك مثلاً أو على حاجة لحمة مشوية أو 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 بس أوقات معينة دايماً الدكتور لا ينصح بيها فترات طويلة لكن يقول لك إيه فراخ ما شوية آه طبعاً آه عجريل مش عارف صدور فراخ يقول لك حتى الوراك مليانة دهون يبقى إذن أنا لازم راعي نوعية الأكل أزود البروتين أزود الخضروات أقلل الكربوهايدريت أستخدم المنتج البستا مع القلبو مالتي فيت هخس هخس واللي مش هيخس يرجع لي اللي مش هخس أنا حفرق أنا حوريكم بقى أنا مسكورك نورتينك وصرفتينك العادة وإن شاء الله تشوفك على خير في حلقة جاية من البرتاة ربنا يخليك إن شاء الله خير ونشهركم مشاهدينا بكل مكان على حسن متابعاتكم لينا إن شاء الله تشوفكم على خير بكرة بإذن الرحمن يوم جديد وحلقة جديدة من عشر الصبح في الأهل إلى اللقاء